الإنسان اختيار نقطع المسافات ونحاول الإشارة إلى من يعيش معنا على هذه الأرض أيًا كان من لا يرحم لا يرحم جادة نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة لننير أماكن جمة لننير أماكن جمة حب إحسان حكمة فعل الخير ولو كلمة حب إحسان حكمة فعل الخير ولو كلمة ونرسم في وجوه بسمة على رشد نبيه الرحمة جادة نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة مهمتنا اليوم في غازي عنتاب لزيارة بعض الأسر السورية اللي تكافح وتعمل من منازلها من أجل إيجاد قوت أبناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا اللي تتسوينا اللي ما شاء الله ريحتها تجيب العافية كلمينا عن أم عبود كيف وصلتي لهنا من سوريا؟ بالألفين وطلعنا صار قصف كتير عندنا بسوريا فبعد استشهاد والد الأطفال صار عندهم خوف من القصف من البقاء في سوريا طلعنا شهر على المخيمات اللي على حدود سوري بهذيك الأسناء كنت الساعة أنا متوفي زوجي يعني صار له تقريبا شهرين ساعتني بالعدة الله يرحمه فمن المستحيل يعني ابقى في المخيم صعب كتير كان ظرفنا طلعوا بتخوية تركيا ضبط وضعوا هون أخوي وبعد جابني أنا والأولاد قعدت عندهم شهرين ومستقريبا كلمني واحد من سوريا بقربنا أنه في كثير بيكفل الأيتان وفي جماعة عاملين أمني لهم سكن وأمني لهم يعني حياة تكون نوعا ما ماشي حالا اتفقنا على هالأساس وطلعت أنا والأولاد لهون عندها بكننا بالريحاني ايه وبلت شدت بحياة جديدة تقريبا مو مفهوم شي هون يعني إسا ما بنعرف نحكي تركي ما بنعرف نطلع نفوت يعني شي جديد تماما فتعزبنا بالبداية كتير وكيف لأيتام كلهم؟ راتب شهري كان نزيل فضليت شي حوالي نص سنة الساعة ما هو متعودين على الجو يعني ما بنعرف نعمل شي ولا نطلع ولا نشتغل ولا نزيل ولازم الواحد يعتمد على نفسه الكفيل معي لسنة كان على أساس فلازم أنا أمي نشغل مشان إذا طلعت بالأيام يعني أغضر ربي أطفالي كان أكبر شي عندي 14 سنة البنت كل هون صغار واخذ اللي طلعنا فبهديك الأسناء كانت المطاعم السوري تقريبا كتير قليلة وفي موظفين يعني بيحتاجوا أنه حدي يقدم لهم مثلا أكل يقدم لهم موني فقررت أنا أبلش من هالأساس مزيل وبلشت بالشغل الحمد لله واجهتكم صعوبة في الانتقال من سوريا لتركيا؟ بالبداية الأمر ما كان في صعوبة كتير يعني كانت طلعة أيسر من هالأ أسهل بكتير ما كان في عذاب لا أما هوني في التنقيل من مكان لمكان وحياة جديدة ومختلفة هوني الصعوبة بلشات بالبداية ما كان في مدارس الأولاد أمننا لهون مدارس هون أول شي عملتوا أمنت مدارس الأولاد يقول الحمد لله كل هون هلق عبيد رسول الحمد لله من هون وصلوا للجامعة ومن هون استعتهم ابتدائي ومن هون سنون وهذا اللي انت تسوينا الحين يعني يكفيكم كمصاريف يعني انت بيعينها يعني هل تشوفينها مو تكففين المصاريف بس يعني تسندنا يعني ماشي الحال الحمد لله يعني مو أنه تكفي أما حسب الشغل كمان الحين هذا البيت أجار ولا من الأطفال أجار أول ما أجيت هاي أول سنة اللي أجيتها كان البيت من الأوقاف فهلق صلي هون بهذا البيت سنتين مستعجرتهم زين كيف تقدر انت تتفعين الأجار وتوفر لهم مصاريفهم مصارير الدراسة ابني صار يدرس حر ويشتغل لا يساعدني ابنش يدرس ويشتغل بيساعدش كم عمره الحين هذا اللي يشتغل داخل بالتساطاش كنت تتسوين هذا الأشياء المكدوس والمربى لما كنت في سوريا ولا بس لما نجيتي هنا يعني كنت تتبيعينها في سوريا ولا بس هنا ما اشتغلت بسوريا ما حتشت أشتغل أعملوا بس للبيت فلما أجيت لهون وصرت أنا المسؤولة عن أطفالي وتربيت ولازم أمن لهم يعني مصروفهم فقررت أشتغل في هالمجال ما فكرت تسوي الليش يعني كشك صغير أو مكان تبيعين فيه هلق ما في عندي قدرة مثلا أفتح فمن شي حوالي سنتين أول ما سكنت في هذا البيت خططت أعمل لحالي مشروع في البيت إلا ولنساء كمان أمهات أيتام مشروع منزلي كنا كل ياتنا بدار الشام ساكنين سوا وطلعنا فقلت نشتغل مع بعض بالطبخ بالأكلات وكان يعني المشروع تمام ما شي حاله يعني بلشت فيه تقريبا بالدين يعني مو شي حاضر والنساء يعني كني إلي عونوا مساعدات إلي فكان كتير ناجح المشروع بس جاءت كورونا خلت الكل يوقف يعني عن الشغل ما عد فيه شغل متل قبل فالسنة كان الشغل كتير قليل هل مرت عليكم معنا مثلا خلال فترة اللي راحت هنا موجودة لما كنتوا هنا بالنسبة ليش بالنسبة للأولاد يعني شلي تغير لما كان والدهم موجود الله يرحمهم ولما صرتي أنت الأم والأب تغير كتير أكثر شي يعني بطلوا يشعروا بالأمان رغم الحرب ورغم القصف بوجود أبوهم كانوا ما يخافوا لما فقدوا أبوهم صار عندهم خوف فظيع من أي صوت بيسمعوه أو قصف فأول شي يعني الواحد فقد الأمان ويعني صار صار نزوحنا وطلعتنا من بيوتنا ومن سوريا فكتير كان فترة صعبة يعني هلأ تقريبا تأقلموا الولاد على الوضع هوني الحمد لله دراستهم ما شي والحمد لله ندمره إيش اللي تحتاجونا؟ والله أكثر شي اللي يعني بواجه فيه الصعوبة هو الأجار والفواتير كتير كل صنع بيغلوا النية فهي أصعب شي عنا يعني أكثر من الأكل والشرب بهكل هم الأجار والفواتير اللي كل شهر رح يندفعه هدول لازم أمنهم قبل الأكل والشرب لأن صاحب البيت ما بيستنى مثلاً فواتير ما بيستنى فهي اللي عم نعاني منه وما عم بتثبت يعني خلص استأجرنا أنا استأجرت بـ 850 كل سنة لازم يزودوا الأجار أخوان في المكتب قطر الخيرية هنا ما رح يقصرون إن شاء الله الله يزيكون الخير وبإذن الله إن شاء الله تسمعي الأخبار اللي تسرش إن شاء الله الله يعطيكم العافية يزيكون الخير بما يخص الأطفال اللي لسه مش مكفولين وفيما يخص الأجار بإذن الله إن شاء الله تسمعينا أخبار حلوة الله يزيكون الخير يا رب الله يوفكش ويرزقش يخلي اللي شاء الله ديش يختم مع بعض الله يسلمك مشكورياً يا مرحباً ومصرع بشاه يا مرحباً ومصرع بشاهدة الدمئة هيروان Illinois سحر صبيعني الراحب سميقَ جادت نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة لننير أماكن جمة لننير أماكن جمة حب إحسان حكمة فعل الخير ولو كلمة حب إحسان حكمة فعل الخير ولو كلمة ونرسم في وجوه بسمة على رشد نبيه الرحمة جادة نفسي بمهمة وامتلأت روحي همة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة